الحق ابوك في ايامه الاخيرة نجل حلمي بكر يتهم زوجة ابيه بتعذيب الموسيقار ورد زوجة الفنان اهلا بيكم في قناة اخبار ترند بفكرك تضغط على زر الاشتراك وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد وتعمل لنا لايك لان ده بيساعدنا اكتر في انتشار الفيديو كشف هشام حلمي بكر نجل الموسيقار الكبير حلمي بكر عن اخر تطورات حالته الصحية فقال حالة والدي مدهورة عنده مشاكل صحية كبيرة في الكلا والبرستاتة مع تقدم العمر وده اثر سلبيا على ذاكرته وعلى قدرته على التركيز وكمل كلامه خلال لقاء عبر برنامج كلمة اخيرة اللي بتقدمه الاعلامية لميس الحديدي على قناة وقال جات لي اخبار من خلال عمي في القاهرة اللي اخترني بضرورة نزولي لمصر فاسرع وقت لانه في الغالب الموسيقار حلمي بكر فايامه الاخيرة وكمل وقال مش بس عمي ده في ناس كتيرة بتتكلم عن مشاكل تانية اثرت عليه بخلاف مشاكله الصحية واللي اسهمت في تظاهر حالته منها المعاملة السيئة التي يلقاها من زوجته الحالية وقريبها زوجته الحالية طردته من بيته الكائن في المهندسين وقامت بنقله لشقة في الشرقية في الارياف لا طاليق بحلمي بكر ما حدش عارف يوصل لحلمي بكر لانه واخدين منه تليفونه وانا بحاول اتصل بيه مش عارف اوصل له واسأله الفنانة نادية مصطفى كانت بتزوره دايما ودلوقتي لا تستطيع وجالها رسالة صوتية من اصدقائه طلبه بانقاذه لانه بيتم تعذيبه ومعاملته السيئة من زوجته الحالية زوجة الفنان حلمي بكر ظهرت في فيديو ومعاها ابنتها ريهام حلمي بكر وردت على ما جاء وقالت ان الفنان حلمي بكر هو اللي اراد انه يروح الشرقية علشان يكون مع والدتها علشان هي مش هتقدر تروح شقة المهندسين واكدت كمان انه هو اللي اراد انه ما يدخلش المستشفى لانه جرب الدخول للمستشفى السنة اللي فاتت وخرج منها تعبان لان الفنان حلمي بكر بيقول ان المستشفيات مليانة فيروسات وربما يصاب باي فيروس اثناء تواجده هناك واكدت كمان ان الفنان مش مخطوف بدليل انكوا عرفتوا تدخلوا وتتكلموا معاه والبيت مفتوح لاي حد حتى لابنه هشام حلمي بكر اللي دعيته انه يقطع تيكت وينزل لمصر علشان يشوف والده وقالت انه نزل لمصر في ديسمبر الماضي لكنه ما جاش يسأل عن والده وقال انه كان مشغول جدا وقالت كمان ان الفنان في صحة احسن ولا يعاني غير من امراض الشيخوخة وتم متبعته في المهندسين مع طبيب تم اغد الازن منه للانتقال للشرقية وفي الشرقية بيتم متبعته ايضا من قبل الاطباء وانه تعافى دلوقتي من معظم مشاكله وقدر يرد على الصحفيين وقال ان قطرة الرد على الموضوعات دي هيخلي الموضوع يكبر وهو مش عايز كده فالاحسن عدم الرد وقالت انه برؤيته الكبيرة وعقليته الكبيرة شاف كده واكدت على قامته الكبيرة الفنية والعقلية كمان اتكلمت عن دور بنته ريهام حلم بكر اللي ظهرت معاه في الفيديو وقالت انها دعمت والدها وانقطعت عن الذهاب للمدرسة لقرابة شهر وعشر تيام علشان تفضل مع والدها في الشرقية وتدعمه طبعا بنتمنى للفنان الكبير الصحة والسلامة شافاك الله وعفاك وفي نهاية الفيديو بنفكرك لو نسيت اشترك في القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد ومن فضلك اعمل لايك لان ده بيساعد اكتر في انتشار الفيديو وما تنساش تكتب لنا تعليق تقول لنا فيه رأيك في الفيديو وانك تعمل شير ونشوفك في فيديو جديد وسلام اشترك في القناة